لكن السؤال الأبرز الحقيقة على فكرة أنه جيش العدل اللي تتطهد إيران أو جيش تحرير بلوشستان التي تتطهد باكستان هما من البلوش تلك المحافظة المغضوب عليها من قبل إيران وهذه القومية المغضوب عليها من قبل إيران جدلية معقدة لكن ما هي تلك الجماعة التي استهدفتها باكستان داخل إيران هي جبهة تحرير بلوشستان التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوشستان الواقع غرب باكستان يقاتل مسلحون من أقلية البلوش العرقية الحكومة منذ عقود من أجل إقامة دولة بلوشية مستقلة قائلين أن الحكومة المركزية تسيء استغلال موارد الإقليم الغني بالغاز والمعادن والمتخم لأفغانستان وإيران وتستهدف جبهة تحرير بلوشستان وجماعات متمردة ومسلحة أخرى في كثير من الأحيان مشروعات الغاز البنية التحتية المواقع الأمنية في الإقليم لكنهم بدأوا في شن هجمات في أجزاء أخرى من باكستان كما تهاجم أيضا مشروعات صينية في المنطقة وتقتل عمالا صينيين في بعض الأحيان رغم تأكيد باكستان على أنها تبذل كل ما في وسعها لحماية المشروعات الصينية تكمن أهمية إقليم بلوشستان في موقعه الجغرافي في ثرواته المعدنية غير المستغلة الإقليم هو الأكبر من حيث المساحة والأصغر من حيث عدد السكان في باكستان يقع على حدود إقليم سستان بلوشستان الإيراني حيث نفذت باكستان ضرباتها بلوشستان لها موقع رئيسي ضمن الممر الاقتصاد الصيني الباكستان الضخم الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات والذي يعد جزءا من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني نفذت الصين مشروعات في قطاع التعدين كما بنت مطارا دوليا وميناء في بلدة جوادار الساحلية في جنوب الإقليم